اشتركوا في القناة ونبقى دائماً مع مادة الفرائد ونتقل إلى الكلام عن درس جديد هو الورطة بالأخوة الحصة الثالثة الأخت أحوال ميرات الأخت الشقيقة والأخت للأب بالنسبة لهدف هذا الدرس سنتعرف فيه عن ميرات الأخت الشقيقة وكذلك ميرات الأخت للأب ونتعرف عن الفرق بين أحوال كل من الأخت الشقيقة وأحوال ميرات الأخت للأب كما سنتعرف في هذا الدرس عن الحجم الذي يلحق كل من الأخت الشقيقة والأخت للأب على بركة الله الدليل نبدأ بالغنصر الأول دليل ميرات الأخت الشقيقة دليل ميرات الأخت الشقيقة من القرآن الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء إن المرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يريتها إذا لم يكن لها ولد فإن كانتا إثنتين فلهم التلتان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجالا ونساء فلذكر متوحظ الأنتين هذا الدليل الذي جاء في سورة النساء هو دليل يشمل الأخت سواء الأخت الشقيقة أو الأخت للأب أما عن نوع ميرات الأخت الشقيقة فإنها لا تلت لا بالفرض فقط ولا بالتعصير فقط وإنما تلت بالفرض وبالتعصير ولا تجمع بينهما أي أنها أحيانا تلت بالفرض وأحيانا تلت بالتعصير والفرض المقصود به كما سنرى في الحالات الميرات هو النسف والتونتان والتعصير هو الذي ستلت كما سنرى في الحالات مع سواء الأخ الشقيق أو البنت أو البنت الإيمل أو مع الجد عند المقاسمة التي تكون أفضل لها العنصر الأهم في الضغط هو الحالات وشرطها حالات ميرات الأخت الشقيقة كما هو مبين على الصبورة حالات ميرات هي ثلاث حالات في المجموع منهم من يعد حالات الأخت الشقيقة خمسة ولكن في المجموع هي ثلاثة لأن الحالات الثلاثة يمكن أن تجمع في التعصير كما هو مبين أماما الحالة الأولى الحالة الأولى للأخت الشقيقة وهي الحالة التي تلت فيها النصف المصف شرطة وجودها فردة عن إخوتها وأخواتها أي أن تكون مع ورطة يريتون سواء بالتعصيد أو بالفرض ولكن دون وجود الإخوة الأشقاء ولا الأخوات الشقيقة مثال ذلك هذا المثال الذي أبين أماننا ماتت إمرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وعما شقيقا فالزوج له هنا في هذه المسألة النصف والأخت الشقيقة لها النصف كذلك وهذا هو أن الأخت الشقيقة تريد النصف في الانفراد أي هي مفاردة وعدم وجود أخت الشقيق وعدم وجود أخت الشقيق أرسل بسألة من إثنان لتماثل النصفين النصف للزوج سامن واحد والنصف للأخت الشقيقة سامن واحد ولا يبقى للعمل الشقيقي شيء لأنه يريد بالتعصيب والتعصيب كما هو معلوم إما أن يريد كل المال وإما أن يريد ما بقي عن أصحاب الفرائد وإما أن لا يريد شيئا كما هو مبين هذا وهذا يسمى في فرائد الفرد المستغرات هذه الحالة الأولى للأخت الشقيقة الحالة الثانية التي نجدها عند الأخت الشقيقة هي الثلثان والثلثان شرطها وجودها متعددة وإثنان فما فوق فإذا وجدت أختان شقيقتان فما فوق فلها الثلثان شرط وجودها مع الأخوات وعدم وجود الأخ الشقيقي لأن وجود الأخ الشقيقي ينقلها إلى التعصيب كما فنع مثالها مثال هذه الحالة الثلثان وهي التي نجدها في هذه المسألة وهي المسألة التي نرى فيها زوجة وأختان شقيقتان وإبل عم شقيق فللزوجي النسح لعدم وجود فرم وللأختان الشقيقتان الثلثان لتعددهما وهذا هو محل الاشتشار وإبل العم الشقيقي هنا تخذ التعصيب أي ما بقية أصل مسألة من ستان تباين الثلثان مع النسح يأخذ الزوج ثلاثة أسحب وتأخذ الأختان الشقيقتان ثمانية أسحب سهما لكل أخت ولا يبقى لإبن العم الشقيقي شيء وهذا كذلك كما في الحالة الأولى والفرض المستغرة وإذا أحصينا الأسل نجدها أكثر من أصل فاردة وهذه المسألة هي مسألة العول ولا دخلنا فيها في هذه السنة الأولى وإنما تضغط بالسنة ثانية باكالوريا من الفرق ننتقل بعدها إلى الحالة الثالثة وهي حالة التعصيب هذه الحالة التعصيب كما هي مبينة أمامنا هناك تنقسم إلى ثلاثة أنواع إما تعصيباً مع الأخ الشقيق وإما تعصيباً مع البنت أو بنت الإب وإما تعصيباً مع الجدي عندما تكون المقاسمة أفضل له إذن نرى في النوع الأول التعصيب مع الآخ الشقيق عندما نجده في المسألة الثالثة أخاً شقيقاً مع أخت شقيقة ينقلها الآخ الشقيق إلى التعصيب كما هو مبين في المثال التالي هذا مات رجل وترك زوجتان وآخاً شقيقاً وأختاً شقيقة فالزوجة تأخذ الربع لعدم يوجد الفرع والأخ الشقيق والأخت الشقيقة لهم التعصيب السمسالة من أربعة سموا واحد للزوجة وتبقى ثلاثة أسهم ثلاثة أسهم يقتسمها الأخ الشقيق والأخت الشقيقة على أساس قاعدة التفاضل وهي قوله تعالى للذكر بتحذيكم تهيين أي سهمان للأخ الشقيق وسهم واحد للأخت الشقيق هذا هو النوع الأول من التعصيب النوع الثاني من التعصيب تعصيب مع البنت أو بنت الإبن فعند وجود الأخت الشقيقة مع البنت تنقلها البنت إلى التعصيب وكذلك عند وجود الأخت الشقيقة مع بنت الإبن تنقلها إلى التعصيب كما هو مبين في المثال أمامنا مات رجل ومترك أمان وبنتان وأختا شقيقة الأم لها السدوس لوجود فرع الوالد وهي البنت البنت لها النصف لانفراضها والأخت الشقيقة عاصبة لوجودها مع البنتين أصبح مسألة من ستة لتداخل السدوس مع النصفين سم واحد للأم وثلاثة أسهم وهو النصف للبنت وتبقى سلماني تأخذها الأخت الشقيقة تعصيبا هذا النوع الثاني من التعصيب النوع الثاني من التعصيب هو تعصيب مع الجد عندما تكون مقاسمة أفضل له والمقاسمة تكون أفضل الجد عندما يكون عدد الإخوة أقل من ضعفه كما هو معلوم في حالات الجد هذا هو مثال الأخت الشقيقة من الجد فالجد في هذه الحالة يختار المقاسمة وهي التعصيب لأن المقاسمة أفضل له فيكون أصل المسألة من ثلاثة يأخذ الجد سهماني وتأخذ الأخت الشقيقة سهم واحد على أساس التفاضل أي أن الجد يحل في هذه المسألة وكأنه واحد من الإخوة أي أخوها ويقتسم معها بالتفاضل هذه الحالة الثالثة وهي التعصيب إذن الحالات التي تريتها الأخت الشقيقة وهي ثلاثة إما النسف شرطة وجودها منفردة عن إخوتها وأخوتها التالثان شرطة وجودها متعددة وعلى وجود الأخ الشقيق الحالة الثالثة التعصيب وهي ثلاثة أنواع إما مع الأخ الشقيق وإما مع البنت أو بنت الإبن وإما مع الجد عندما تكون مقاسمة أفضل له نتقل إلى الحجب تحجب الأخت الشقيقة بجهات أربعة إما بالآب وإما بالإبن وإما بالفرض المستغرق لكن الفرض المستغرق له شرط وشرط تعدد البنات وعدم وجود الآخ الشقيق المثال حجب الأبي للأخت الشقيقة كما هو مبين في المثال أماما ماتت مرأة وتركت زوجا وآبا وأختان شقيقة فالزوج يأخذ النصف لعدم وجود فرع الآب التعصيب لعدم وجود فرع والأخت الشقيقة تحجب هنا لوجود الآب الذي يحجبها أصر سألت من إثنان للزوج سهم واحد وللأخت الشقيقة وللآب سهم واحد تعصيبا ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها حجبت ومنعت من الإرث بسبب وجود الأب المثال الثاني ومثال وجود الإبن مع الأخت الشقيقة مات رجل ترك زوجتان وإبنان وأختان شقيقة الزوجة لها التمون لوجودها مع الإبن والإبن عاصي والأخت الشقيقة مونعت من الإرث من الحجب أصر مسألة من ثمانية سهم واحد للزوجة وتبقى سبعة الأسمومين يأخذها الإبن تعصيبا ولا شيء للأخت الشقيقة الحالة الثانية المسألة الثالثة وهي مسألة الإبن التي نجد فيها المثال الثاني أمان وإبنة وإبنة إبنين وأخت الشقيقة الأم لها السدوس لوجود إبن الإبن إبن الإبن التعصيب ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها حجبت لإبن الإبن أصر مسألة من ثمانية سهم واحد للأم وتبقى سهم خمسة أسم يأخذها إبن الإبن تعصيبا ولا شيء للأخت الشقيقة من الحجب يبقى المثال الأخير للفرض المستغرقي وهو الفرض الذي تستغرق فيه استغرق فيه الورطة كل الأسهم ولا يبقى شيء للأخت الشقيقة مثالها كالتالي وجود الزوج والبنتان والأم والأخت الشقيقة الزوج لها الرضوع لوجود الفروق البنتان التلتان لتعددهما الأم السدوس والأخت الشقيقة عاصمة لا يحجبها أحد لكنها تحل هنا لا يبقى لها شيء لاستغرق أصحاب الفروض لأصل المسألة أصل المسألة من 12 الزوج 3 أشهم البنتان 8 أشهم يقتسمانها بتساوي 4 أشهم لكل بنتين الأم سهماني ولا يبقى للأخت الشقيقة في هذه الحالة شيء وهذا هو الفرض المستغرب بعدها ننتقل لكلام عن الأخت للأب الأخت للأب كما سنرى الأخت للأب تريد تقريبا تقريبا نفس حالة الأخت الشقيقة نفس الدليل الذي نجده عند الأخت الشقيقة نجده عند الأخت الأب من القرآن الكريم وكذلك من السنة النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم قضى عن الأسود قال قضى فينا معادل جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للإبنات والنصف للأخت وهذا دليل تليل ميرات الأخت للأبي وكذلك دليل للأخت الشقيقة من السنة وكذلك الحديث الذي جاء عنه زيل قال قال عبد الله لأقضينا فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لإبنة النصف ولإبنة الإبن السدوس وما بقية للأخت وهذا كذلك دليل نجده في صحيح البخار للأخت للأب أما عن النوع نوع بيرات الأخت للأب هو نفس نوع الأخت الشقيقة تارث بالفرض والتعسيب ولا تشبع بينهما أي تارث أحيانا بالفرض وأحيانا تارث بالسنة الحالات لها نفس حالات الأخت الشقيقة وتزيد عليها هذه الحالات التي نزيدها أمامنا وهي ثلاث حالات الحالة الأولى النصف شرطة وجودها مفردة عن إخواتها أو خواتها نفسها فالمثال التالي مثلا إذا إذا حدفنا من المسألة أخت الشقيقة ووضعنا محلها الأخت للأب فتارثوا نفس الميراد التي كانت تارثه الأخت الشقيقة تارثوا النصف لماذا؟ لموجودها مفردة وعدم وجود أخواتها وهم أخوات للأب وإخوتها وهم الإخوة للأب الحالة التالية التالي شرطة وجودها متعددة مع أخواتها وعدم وجود الأخ للأب لأن الأخ للأب ينقلها إلى التعصيب والمثال الذي وضعناه للأخت الشقيقة هو نفسه المخطي للأب فإذا وجدت أختان للأب مع الزوج وإبن وإبن عم الشقيق فالأختان تلتان تلتان لتعدد ما وسهمان لكل واحد منهما الحالة التالية هي التعصيب التعصيب مع الأخ للأبي وهي الحالة التي وضعناها نفس الحالة كما سنرى فنكرر فقط ولكن في التكرار فإذا الأخ للأب مع الأخت للأب يريد تلتان التعصيب لذلك تحضر أمتين مع البنت أو بنت الإبن كذلك إذا وجدت الأخت للأب مع البنت فإن البنت تنقلها إلى التعصيب كما هو مبين في البنت الثاني مع الجد أو المقاسمة عندما تكون المقاسمة أفضل له كذلك إذا وجدت الأخت للأب كما في المثال نستبدل الأخت للأب للأخت الشقيقة وتبقى الأمثلة هي نفسها الجد مع الأخت الشقيقة يخطر جد المقاسمة وتكون أسمس المثال يخطر جد سهماني والأخت للأب سهم واحد على أساسي التفاضلي لذكر مثل حظي الأمثالي وتزيد عليه الأخت الشقيقة تزيد الأخت للأب عن الأخت الشقيقة أنها تريت السودوسة تريت السودوسة تكملة للتلثين إن وجد مع الأخت الشقيقة هذه الأمثلة هذه الأمثلة الحاجب نستغني عنها لأنها نفسها الحالة الثالثة الحالة الرابعة هي تريت السودوس السودوس وشرط السودوس شرط شرط وجودها مع الأخت الشقيقة وهذا ما يسمى فيه فرائد السودوس تكملة للتلثان ومثالها كوجود الأخت الشقيقة مع زوج أخت شقيقة مع أخت لأب الأخت الشقيقة في هذه الحالة تريت الناس الزوج له الناس أحسن في المثال الأم تريت السودوس لتعدد الأخ الأخت الشقيقة الماس والأخت لأب السودوس تكملة للتلثان أصمس على من ستة السودوس سهم واحد وثلاثة أسهم بالأخت الشقيقة وسهم للأخت للأهل هذه الحالة الرابعة حالة الرابعة التي نجدها للأخت الشقيقة والحالة الأخرى هي ما فضول عن الأخت الشقيقة مع الجد ما فضول خامسان الحالة الخامسة ما فضول عن الأخت الشقيقة مع الجد وهي المعادة فإذا وجد مثلا وجد الجد مع أخت الشقيقة وأخت النئاب فالجد يختار في هذه الحالة المقاسمة وهي التحصير فيأخذ تكون سهمان وسهم واحد وسهم واحد أربعة أسهم إثنان واحد وحفظه طالب الشقيقة بنصفها بنصفها وهو سهماني ولا يبقى أشهد للأخت الشقيقة في هذه الحالة أو الفضو المستغرق هذه الحالات التي نجدها لأما عن الحجب أي السؤال الأخيرة الحجب الحجب فإن الحجب فإن الورث الذين يحجبون الأخت الشقيقة فإن فإن يحجبون كذلك الأخت للأب فنذكر منهم الأب يحجب الأخت للأب الإبن يحجب الأخت للأب إبن الإبن وإنساف يحجب الأخت للأب والفرض المستغرق كذلك يحجب الأخت للأب يزيد على ذلك ثلاثة جهات وهو تحجب بما يحجب به تحجب به الأخت الشقيقة أخت الشقيقة فإن أربعة ورثة كما قلنا الآن والإب وإب فرض المستغرق زائد زائد تحجب بالأخ الشقيق بالأخ الشقيق ومثال ذلك وجود الأخ الشقيق والأخت للأب مع الأم أخ شقيق مع أخت لأب بهذه الحالة تحجب الأخت سدوس لتعد وأخ الشقيق التعصير وأخت للأب الحجم أرسل سألة بستة سام واحد للأم تبقى خمسة أسوء من أخ والأخ الشقيق ولا شيئة للأخت للأب هذه هي الحالة التي تزيد فيها الأخت للأب في الحجم عن الأخت الشقيقة الحالة الثانية كذلك هي التي نجدها بالأخت الشقيقة العاصمة لأيذ الأخت الشقيقة العاصمة وعندما عندما توجد مع البنت بنت أخت شقيقة أخت لأب البنت في هذه الحالة تريد النصف النصف والأخت شقيقة عاصمة ولا شيئة للأخت للأب لحجبها لأنها وجدت عاصمة فالجمس آلة من الاثنان سهم واحد للأخت للبنت وسهم واحد للأخت الشقيقة ولا شيئة للأخت للأب هذه الحالة الثانية التي تزيد الأخت الشقيقة على الأخت والحالة الثالثة من الحجب التي تزيد فيها الشقيقة على الأب وهي وجودها مع متعدد من الأخوات الشقيقات ومثالها أم وأختان شقيقتان وأخت الأب وعم شقيق وعم شقيق في هذه الحالة فإن الأخت الشقيقة الأم تلتو في هذه الحالة الشدوس الأخت الشقيقة الشقيقتان التلتاني الأخت للأب الحجب والعم الشقيق هو طافي أصف الثالة من ستة سهم واحد للأم وأربعة أسهم لأختان الشقيقتان سهمان لكل واحد ويمقى سهم واحد يأخذ العم الشقيق ولا شيئة لأختي للأب لأنها حجبت بتعدد الأختان الشقيقتان هذا وهذا يكون قد انتهينا من درس اليوم هو أحوال ميلاة الأخت الشقيقة والأخت للأب وخلاصة الدرس وخاتمتها هو أن الأخت الشقيقة تلتو ثلاث حالات الحالة الأولى النصف لوجودها مفردة ثالث التلتاني لوجودها متعددة وتالث التعصيب عند وجودها مع الأخي الشقيق أو مع البنت أو بنت الإبن أو مع الجدي في حالتي كانت المقاسمة أفضل له أما أما بالنسبة للحاج فإن الأخت الشقيقة تحجب بالإبن وبالآب وابن الإبن وبالفرد المستغرق وبالنسبة للأخت الشقيقة فإنها تشبه حالات ميرات الأخت الشقيقة إلا أنها تزيد عليها فبالنسبة للحالات فإنها نفس حالات الأخت الشقيقة النص عند الانفراد التمتال عند التعدد التعصيب سواء مع الأخ للأب أو مع البنت أو بنت الإبن أو مع الجدي في المقاسمة وتزيد عليها حالات كما هو مبين أمامنا تزيد عليها الحالة الرابعة وهي السدوس شرط وجودها مع الأخت الشقيقة ومثالها كما هو مبين في الصبر الحالة الخامسة ما فضل عن أخت الشقيقة مع الجد ومثالها كذلك ممنع أما بالنسبة للحج فإنها تحجب بما تحجب بالأخت الشقيقة أي تحجب بالأبي وتحجب بالإبن وإبن الإبن وفرد المستغرق وتزيد عليه بأن الأخ الشقيقة يحجبها إذا وجد معها والأخت الشقيقة العاصمة تحجبها لأن الأخت الشقيقة العاصمة تحل محل الأخ الشقيق فتعصب ما يعصبه وأخيرا تحجب بمتعدد من الأخوات لأن متعدد الأخوات يأخذ الثلثان ولا يبقى للأخت الشقيقة شيء في الميراد وبهذا لكل قد انتهينا من الدرس ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا